مدام عنوان الفيديو شدك يبقى انت في حاجة مزق عليك وحزز بنوع من انواع الكآبة والحزن والتعاسة في حياتك بس الحمد والشكر الله مدام قدرت تتشخص حالتك والعنوان يشدك حالتك الزهنية والعقلية كويس ومدام كمان قدرت تقرأ العنوان يبقى الحمد والشكر الله عينك كويسة ونظرك كويس وان كنت حتى نظرك ضعيف شوية او حتى خسرت عين ولسه العين التانية موجودة فالحمد والشكر الله الرؤية موجودة وكمان مدام قدرت تفتح الفيديو فالحمد والشكر الله لك ايد علشان تفتح الفيديو يعني تخيل بس كمية النعم اللي احنا قلناها دلوقت ممكن تكون حاجة فعلا مزعلاج او حاجة خسرتها احنا هنا النهاردة عشان اعرفك انت زعلان ليه وايه سبب زعلك طبعا انا مش اقولك اعمل لايك وسبسكرايب وفعل زل الجرس عشان انت انسان حزين دلوقتي ومكتئب والحاجات دي اخر اولوياتك فبلاش تعمل الحاجات دي خالص انصحك ما تعملهاش عشان احنا اعزين نعيش في الاكتئاب بتاعك النهاردة لازم تعرف ان كلماتك هي دي اللي تسببتلك في الحالة اللي انت فيها الواقع اللي انت بتعيشه ده نتيجة كلمات انت فضلت ترددها سنينك اللي انت جاية كمان دي نتيجة كلماتك اللي انت بترددها دلوقت الكلمات دي زي البذور بالزبط البذرة في الاول بتبتدي ملهاش منظر ملهاش شكل لكن بنرمع في الارض بنهتم بيها بنرويها بنرعاها بتصبح اشجار وسمار يعني لو صحيت الصبح قلت انا قوي انا شجاع انا اسد انا بطل انا اقدر احقق كل احلامي انت كده بتتنبأ بنجاح لحياتك وهتمشي في اتجاه النجاح بدون اي شك لكن للاسف كتير او من الناس بيتنبأوا بالامور السيئة يقولك انا حاسس بتعب ارهاق انا عمري ما هنجح ابدا انا حاسس ان انا كلات الكمة دي لا 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 انا مش اقدر اخشها لا عارف العروسة دي حلوة صحيح لا لا انا مش هقدر افتح بيت وكده انا احسن ما روحش هتقدم لها انا هحرج نفسي الشركة دي حلوة صحيح وعايزهم موظفين ان انا لو روحت انا عارف ان انا ما هفشل في الانتروفيو انا عارف نفسي وعارف حظي تأكد ان انت هيحصل لك كل اللي اتنبأت به مستقبلك هو حصاد كلماتك النجاح هو انك تكون متأكد انك بتزرع النوع الصحيح من البزور يعني ما ينفعش واحد عايز ياكل تفاح ويروح يزرع بزور صبار لا لا عايز ياكل تفاح بيزرع بزور تفاح فبياكل تفاح عايز ياكل منجة بيجيب بزور المنجة ويزرعها فبياكل منجة هو ده استحالة هتتكلم بسلبية وهتعيش حياة ايجابية مش هتحصل وما حصلتش ازاي هتتكلم بين هزامية وتعيش حياة المنتصرين استحالة استحالة هتقعد تتكلم عن الفقر والجوع والعطش وهتعيش حياة الاغنية طبعا مش هينفعها اي حاجة تحب انها ما تظهرش في حياتك نهائي بطل فورا الكلام عنها او حتى الخوف منها لو انت مريض لازم تقول لنفسك انا عارف ان التعب ده جالي فترة وخلاص وهيعد ما جاليش عشان افضل عايش معها لطول العمر انا الحمد لله ده كترة طمنتني الحمد لله انا حاسس فعلا ان انا النهار ده صحيت احسن من مبارح والشهر ده صحيت احسن من الشهر اللي فات الحمد لله استمر في زراعة بذور الصحة عشان تجني صمار العافية والقوة والصحة والسلامة لو قلت خلاص انا حاسس ان بموت انا مش قادر انا تعبان انا لو نزلت من على السرير خلاص انا حاسس ان انا انا هتكاف على وشه لانا رجلي مش هتشيلنا انا عارف اه لو قلت كل الحاجات اللي بتقولها دي صدقني هتحصل لك هتبقى اسير لمرضك ولسريرك واحتمال خلاص هتقابل الموت باديك وللاسف مفيش عدوة هزمك او انسان تحديك نفسك هي اللي هزمتك توقف تماما عن لعنة حياتك قبل ما تخسر كل حاجة لو فضلت تقول البيت الجميل ده انا عارف مش هشتريه انا عارف نفسي انا عارف مش هتجوز انا عارف انا عارف صدقني كل ده هيحصل لك تأكد كويس من كلماتك هل هي محفزة ولا محبطة توقف عن لعنة حياتك اوه هتقول ايه ده ات جاعد زهرتلي في وش دي مرة احدى شعر الابيض ايه ده ظهر مرة واحدة ده شعري كله بقى ابيض ابتدي في مباركة حياتك كده وقول انا قوية انا شجاع انا لسه شاب كل يوم قبل ما تخرج من البيت اوعى تنسى تقف قدام المراية وتغازل نفسك كده وتقول ايه الحلوة دي ايه الجمال ده والله العظيم انا لسه صغير ده انا ده انا كأني لسه في العشرينات والله العظيم عسل وتقعد تدلع نفسك كده وتغازل نفسك لازم تتنبأ بعمر طويل وممتع وكلماتك دي هتصبح واقعك لازم تتخلص من الافكار السلبية تماما اللي خنقاك ومحصراك ومديقة تفكيرك ومديقة عليك حياتك وميخليك مناكر نعم ربنا كلها وبتبص في جزئية صغيرة ديئة اوي 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 واعرف كده منهابة صعودة الجبال عاشة دوما بين الحفر بلاش تستخدم كلماتك لوصف الحالة والوضع اللي انت عايش لا استخدم كلماتك عشان تغير في حالتك عشان ترسم مستقبلك عشان وضع افضل الافكار السلبية هتجيلك اكيد ما هيجاتلي وجاتلي الناس كلها اوعى تنطق بيها اوعى تخليها مسموعة اتفنها باستمرار الفكرة الميتة الفكرة ميتة ما دمت لم تنطق بها تأكد من كده تأكد ان كلنا جوانا صوتين بيتكلموا ليل ونهار بيتكلموا ليل ونهار الانتصار والهزيمة صوتين عمالين ينقرف بعض ويغلبوا بعض والله هينتصر في المعركة هو اللي هيطلع في كلامك وهيطلع من بين شفيفك هتلاقي صوت دايما بيهمسلك مشكلة كبيرة وملحاش حل خلاص انت ضعت انت انتهيت كلنا حصل لنا كده ولكن القوه هو اللي بيقوم ويرجع يقف على رجله هتلاقي واحد تاني يقولك انا قوي ايه يعني ايه اللي حصل يعني ان شاء الله هرجع وهبني شركتي من اول وجديد وهقف على رجلي والمرض ده انا هنتصر عليه وهتلاقي نفسك بتتحسن وبتتحسن وبتنسى المرض تماما خلي صوت الانتصار دايما هو اللي يطلع من بين شفيفك تخلي الصوت الهزيمة ابدا ينتصر عليك ويصبح كلمات واقع بتاعش صدقني مثلا لو انت عندك مثلا انترفيو في شرك عشان وظيفة معينة وانت معندكش خبرة خالص هتقعد تقول لنفسك انا عارف حظ المنيل اصلا انا معنديش خبرة اصلا انا عارف شكلي مش قوي قد كده اصلا انا عارف انا عارف حظي وقدمت كتير قبلي كده ومحدش بيتتصل بي انا عارف انا عارف وانا حاسس ان انا هبقى انسان فاشل وشهدتي دي ملهاش ايه ستين لازم تأكد مليون في المية ان انت دخل الانترفيو مش هتتقابل لكن لو دخلت الانترفيو وكلك ثقة بنفسك ولو حتى من غير خبرة نهائي اكيد الشخص اللي بيختبر قدرتك هتعجبه ثقتك بنفسك لان الخبرة دي هو المسؤول ان هو يدهلك لكن ثقتك بنفسك دي دي مسؤوليتك انت هو مش يقدر يدهلك وهو عارف الكلام ده كويس لازم تتجنب نهائي الحديث عن المرض والفقر والهزيمة كلمات لازم تبقى ملي حياتك كل يوم تسمحها لنفسك داخلك وخارجك ومع صحابك ومع امراضك ومع صحابك لازم تقول انا قوي انا الشجاع انا الناجح انا مستقبلي رائع انا الوسيم انا اللي وزني ومثالي انا اللي خبرة وما فيش حد خبرة زي انا الناس كلها بتحبني الحمد لله انا عارف ان انا حاسس النهاردة يبقى يوم سعيدة على فكرة ان شاء الله اسمع خبر حلو النهاردة انا حاسس ان انا صحة النهاردة شاب في العشرين اوعى طقع في الهزيمة كلمات لازم تسمحها لنفسك كل يوم اكتب اهدافك كل يوم اه ودون في دفترك عملت ايه عشان توصل لهدفك لازم تكون ملهم وقضوة مش لأولادك بس ده للاجيال كلها اللي بعدك اما تقول الكلمات دي صدق اني هتلاقي شكلك الخارجي تغير ملمح وشك تغيرت نفسيتك تغيرت مودك تغير وحياتك ومستقبلك تغير عمرك شوفت واحد ناجح وتعيس استحالة النجاح بيتطلب سعادة الصعود للكمة صعب جدا جدا ولكن الاصعب من الصعب للكمة كمان الحفاظ على الكمة دي ده بيحتاج ان انت دايما تكون ناجح وسعيد ومحتفظ بحالتك النفسية والبدنية والصحية والعقلية ووعف الاخ النجاحك والطموحاتك دي تتحول لعبادة مش ربنا للشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعسى عبد الدرهم والدينار انت مش فعلا ساعتها تبقى النجح التعيس انت فعلا بقيت تعيس وشقي بتعبد الجنيه انت فعلا بقيت عبيد المال لما ما تقفلش محلك ساعة الصلاة عشر دقايق وتروح المسجد تصلي عشان خايف لا تخسر خمسين قرش ولا خمسين جنيه يبقى انت فعلا عبد الدنار وهتبقى من الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرطهم الحياة الدنيا دلوقتي عايزك تعرف انت اللي في ايدك تبقى انسان تعيس او انسان سعيد عاوز تبقى تعيس ركز قوي قوي في حبيبك اللي فقتهم وعلى الاموال اللي خسرتها وعلى فرص الحياة اللي انت ضعت من بين ايديك اتكلم عليهم ليل ونهار ليل ونهار وانت هتبقى اسير لكلامك والمخاوفك والافكارك ولو عايز حياتك تمتد الاخر يوم في عمرك وعمرك ده يتقصف وللأسف تعيش مريض خليك اسير لافكارك صدقني حياتك انتهت لو عايز تبقى انسان سعيد وانت نفس الظروف عدت بيك تخلص من قلم الفراء ومرارة الخسارة اقف على رجلك تاني لسه الوقت موجود لسه بصحتك اقف تخلص من احزانك ركز على النعم اللي ربنا ادهالك ركز على النعم وعلى ممتلكاتك الحالية تدي اتكبرها وكلم عنها حقق يلا اهدافك ونجحاتك اتمنى لكل واحد سمعني السعادة والتوفيق والنجاح والحياة المليئة بالصحة والعافية والنجاحات العظيمة جدا 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 وانهى حلقتنا بالصلاة على الرسول واللهم صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة